بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعبد الله وعلى آله وصحبه من ولاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته مع تفسير صورة الضحى من كتاب الجواهر واللآل المصنوعة في تفسير القرآن العظيم بالأحادث الصحيحة المرفوعة لعبد الله بن عبد القادر التالدي من مميزات هذا التفسير أنه يفسر القرآن بالأحادث النبوي الشريفة مستعيلا في ذلك بالآية القرآن التي تبين ضرورة لاعتماد على السنة في فهم كلام الله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم والحادث الصحيح النبوي الذي قال في الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه فمع صورة الضحى يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخر سخير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فسرده ألا بيجدك يتيم الفآوة ووجدك الضالة الفهدة ووجدك عائلة الفاغناء فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدد نأتي إلى تفسيري هذه الصورة الكريمة من خلال هذا التفسير لهذا العالم الجليد سيد عبد الله بن التليدي رحمة الله عليه هذه الصورة فيها أحباش الآية تتكلم النعلة الشخصية ديال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نشوفو الخصائص ديال هاد الصورة هدي اختصات هاد الصورة بأمور تتعلق بجانب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كل آتي أولا جاء في الآية ثلاثة أن الله عز وجل لا ما تخلاش على الرسول صلى الله عليه وسلم من اللي قربون عنده ما تخلاش عليه سبحانه وتعالى وما بغضوش من اللي حبوه سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى ثم سبحانه وتعالى في الخطاب القرآني التوديع يكون للحبيبي فجعل هناك الكاف ديال الخطاب ما ودعك والقلا يكون للعدوي ما قلاش وقلاك ما ودعك ربك وما قلك قلا بشي بين لما كان الله عز وجل لا رسول صلى الله عليه وسلم ما عنده ثانيا من الخصائز ديالصورة أن الآخرة خير من اللولة كما جاء في الآية 4 والخصصة الثالثة أنه غد يعطي للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يرضاه ولا سوف يعطيك ربك فسرداه كما جاء في الآية الخميسة وأخيرا من الخصائز دياله هذه الصورة هذه كما جاء في الآية 6 و 7 و 8 الامتنان ديالله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يتيموا أواه وضالوا معارش ما الكتاب ولا الإيمان وهذا سيد ربك سبحانه وتعالى اللي معرفة ديال ذلك والعلم دياله وكان هائل محتاج وغنى الله عز وجل لا بدك شي اللي هي ليه من الأسباب ديال التجارة في المال ديال مولاتنا المحبوبة خديجة رضي الله تعالى عنها وهكذا أما الخاصة الخامسة في هذه الصورة هي الواصية للرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة ديال الخصال مقابل ذك شي اللي كان ليعاش هو عليه وتخصوه يعيش النسحتهما كما سيد ربك تعامل معاه أولا عدم القهر ديال اليتيم والاحتقار دياله فقد كان رسول صلى الله عليه وسلم يتيما فآواه الله تعالى إلى عمه فأحسن إليه فلهذا هو كذلك رسول صلى الله يجب أن لا يقهر اليتيم كما أن الله أواه ثانيا عدم زجر السائل والإغلاض على السائل إما كان السائل اللي سيطلب المادة باش غد يقتاز وإما السائل اللي سيطلب العلم باش يعرف الطريق دياله الله عز وجل فقد كان عائلا فسهل الله له طريق العيش فأغناه كما جاء في الآية عشر ثالثا تحدث من نعمة ديال سيد ربيه سبحانه وتعالى بإبلاغ الرسالة والتعليم الجاهل وإرشاد الحائر فكان تائه على المعرفة ديال الكتاب والفروع الشريعة والتفاصيل ديالها وعلمه سيد ربيه سبحانه وتعالى ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه العظيم وشرفه سبحانه وتعالى وعظم نبيه فيما جاء في الآية 11 نجيب للأحاديث الصحيحة الولدة في تفسير الصورة ديال الضحى تقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قاله جاء في صحيح المخاري في كتاب التهجد وفي التفسير وفي فضائل القرآن وجاء في صحيح مسلم في كتاب الجهاد والترميتي في سنن دياله والنسائي في سنن دياله كلاهما في التفسير وحسنه والترميدي وصحها والرواية كلها عند المخاري إلا دمي الإصبوع فهي عند مسلم والترميدي لكن الأول لم يذكرها متصلة بسبب النزول عن جند بن البجلي رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين معنى قيام الليل وفي روايتين ليلتين أو ثلاثة فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك كانوا لا يعترفون بأنه ينزلوا عليه الوحي ولما توقف الوحي بدأوا يقولون شيطان يقولون كما أن الشعراء كان عندهم شيطان هي التي تلهمهم بذلك فقالت هذه المرأة التي هي كافرة بالله إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله سبحانه وتعالى يواسي رسوله الكريم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وفي روايتين قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأك فنزلت ما ودعك ربك وما قلى وفي روايتين كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غارين فدوميت إصبعه نقول الأصبع أو الإصبع هذه كلها صحيحة في اللغة العربية كما جاء في المعاجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت قال فأبطأ عليه جبريل عليه السلام فقال المشركون قد ودع محمد فأنزل الله تعالى يواسي رسوله ويجيب الكفار عن حقدهم وعن مكرهم ما ودعك ربك وما قلى قوله ما ودعك أي ما تركك وما قلى أي ما أبغضك وقوله أبطل أي تأخرا وفي الآية الكريمة رد لما قاله المشركون وتلك المرأة المقيتة من أن الله تعالى تركه وقلاه قاتلهم الله وأخزاهم والمرأة المبهامة هي مرأة أبي لهب أم جميل بنت حرب حمالة الحطب التي سيعاقبها الله عز وجل أشد العقاب في النار قوله تعالى وَلَا خِيرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَةُ روى الإمام أحمد في المسند والترميدي في الزهدي بتهذيب عبد الله بن عبد القادر التليدي وابن ماجا والحاكم وحسنه الترميدي واصحعه يعني لشواهد وقد أشار عبد الله التليدي رحمة الله عليه إليها في تهذيب الجامع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إذ تجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير انظروا رسول الله أفضل خلق الله كيف كان يعيش كان عيشه بسيطا جدا ليقول لنا إن السعادة ليست في الأمور المادية وليست بكثرة العرض وإنما السعادة تكون بغين القلب وغين النفس على حصير إذ تجع الرسول صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه الشريف فلما استيقظ جعلت هذا عبد الله بن مسعود روي الحديث يقول رضي الله عنه جعلت أمسح جنبه وقلت يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا فقال الرسول أسنب ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكبين ظل تحت شجرة ثم راح وتركها أشي كسرت الفراشات وكسرت كل شيء حتى تيولي المدن تيقول صلاة أخر منه وتيقول لهم تحت الكاشة وحتى النوم ما عندك ما تقول فيه فلهذا لا كان القلب اللي تيكون ناشط وفرحان وتيكون سعيد لأنه دخلت ليه الإيمان في القلب دياله وبدأت يحس باللذة ديال العبادة وبقاس الدنيا كلها متى تتسوى عنده احتشي حاجة كيدهد كالحجر كيف كيف هذا بعض مشاهدي حياتي رسولنا صلى الله عليه وسلم وعيشه فقد كان على حالة عظيمة من الزهد وما هو الزهد هو عدم الرغبة في الشيء المرغوب فيه الحلالي الذي يكون في المتناول أما إذا ما كانش فيه ديك ما تقولش أنا زهد بعدك اللي قال لي أنا أطلق الدنيا قال لي واحد العارف بالله واحد تتزوج بعدها قل أنت ما عندك احترية أنت مزلوط وتتقول لي أطلق الدنيا شكول إذا ما أطلق الدنيا اللي في ديه الدنيا فلهذا كان رسول صلى الله عليه عريض عليه جبال مكة ذهبا فرفض ذلك وكان في حالة عظيمة من الزهد والزهد ماشي والتقشوف إلا الزهد هو إلا تعرضت عن شحجات يلمكل واشتراب من قبل الصحابة الله عليهم أود يأكل ها واشتربها تيلبس كذلك مزيان ماشي تمرت راسه يعد راسه ألا فلهذا كان يظهر نعم الله عليه كما كان يقول كنوا واشتربوا والبسوا وتمتع من غير مخيلة ولا صرف فإن الله يحب أن يرى أثر نعمة على عبده فالرسل صلى الله عليه كان في هذه الحالة من الزهد في الحياة الدنيا وترك التنعم والطرف رغبة فيما اداخره الله له في الدار الآخرة التي قال فيها هنا في سورة الضحى وللآخرة خير لك من الأولى أي هي أشراف لك وأبقى من هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة المنغصة ما كيش شي واحد اللي يكون عنده الدنيا ما منغصاش عليه اللي يكون مالي ولا رئيس دولة ولا وزير ولا شهور ولا أي حاجة منغص عليه ولكن الإنسان حيث ما تيخشعش الدنيا في القلب ديالو تتول اللي مشات ولا جات ما تهموش اللي همو هو الدار الآخرة واش عنده شي معدل قوله تعالى وَلَا سَوْفَيْعْطِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى تيروين ابن جريد طباري في تفسير وابن أبي حاتم وزاد في الدر المنظور عبد ابن حميد والطبران والحاكم والبيهقي وابن مردويه وابا نعيم وسنده صحيح عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته كفرا كفرا فصر بذلك فأنزل الله تعالى وَلَسَوْفَيْعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى فَأَعْطَاهُ فِي الْجَنَّةِ أَلْفَ قَصْرٍ مِنْ لُؤْلُؤْنِ صُرَابُهُ الْمِسْكَ فِي كُلِّ قَصْرٍ ما ينبغي له من الأزواج والخادم فما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جميعه لأن هذا شيء أمور غيبية عند العلماء عند الحديث تسقلك الأمور غيبية لتروى الصحابي لا تكون موقوفة عليه فهي مرفوعة لا مجال في ذلك للنظر والرأي وفيهما أعطاه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة إضافة إلى ما شرفه به على سائر الخلائق من الخصائص التي خص بها الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا يلحقه فيها لاحق أبدا مهما اجتهد هذه الآية الكريمة سيقول فيها سيد ربي سبحانه وتعالى فيها أهل البيت إنها أرجى آية في القرآن الكريم وقوله في الحديث كفرا كفرا بالفتح ديال الكاف وسكون ديال الفا أي قرية قرية نقول لك كفر كذا كذا فهذا الشيء ديال الشرق سيسميه كفر يعني قرية 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 قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى سروينا الإمام أحمد في المسند والبخاري في صحيحه في الرقاق ومسلم في صحيحه في الزكاة والتلمدي في سننه في الزودي وابن ماجا في سننه فيه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغيناء عن كثرة العراض ولكن الغيناء غينى النفس ليس الغيناء عند الكاسة ديال الطموبيلات وعند الفيلات وعند القصورة وعند كذا وعند كذا تقدر يكون عند كذا كله ولكن مجوعف مجلدة سقران مطلح مهلوك تتخدم أنت هو التعس تتخدم للنعس غد تموت وتتخلدك شي كل شي الورثة فلهذا هنا العراض ليس الغيناء بكثرة العراض أي ما ينتفع به من المتاع وتروا أن الإمام أحمد في المسند والإمام مسلم في الزكاة والترميدي في الزهد وابن ماجا كذلك وغيرهم وانحوه عن فضالة ابن عبيد كما روى أن الإمام أحمد في المسند كذلك والترميدي وابن حدبان بالموارد والحاكم في الإمام والصحح والترميدي والحاكم والذهبي عن ابن عمارة أي عبد الله ابن عمارة رضي الله تعالى عنهما قال قد أفلح نجح هذا النجح هل سنقرب بها أما الفلاح هو فوق من نجاح لأن النجاح فيه المسألة الفردية وفيه الدنيوية أما الفلاح فيه الفردية والجماعية والدنيوية والأخروية قد أفلح من أسلم ورزق كفافة أطل الله الكفاف والعفاف لأن الدنيا بحالة جايرة هل واحد الخط اللي ملاحق ليش رع عنده مشاكل واللي فاتوا رع عنده مشاكل يخصوا يجيب ذلك الخط زيادة بزردية الدنيا فيها مشاكل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم شوف الأموال والأولاد أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم ومكافرون القل من ذلك شيء فيه مشاكل فلهذا قد أفلح من أسلم ورزق كفافة وقنعه الله بما أعطاه وفي روايتين فصابر عليه العائل هو الفقير المحتاج وقوله فأغنى تشمل الغين المادي بمال خديجة لذلك سيقولك ووجدك الضالة فهذا وجدك عائلة فأغنى معنى أغناه بمال خديجة رضي الله تعالى عنها وهذا في الظاهر وتشمل كذلك الغين القلبي ولشك في هذا كذلك أيضا فإنه كان الرسول أغنى الناس قلبا وكيف لا يكون كذلك وهو الذي يقول ولكن الغنى غنى القلب وهو الذي يحدثنا بأن من كان رزقه كفافا وهو قوت اليوم وقنع ورضي بهذا القوت وبما رزق الله كان من المفلحين ولا توجد هذه الصفة إلا في من كان غني القلب وبهذا تم تفسير صورة الضحى والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وذريته وزوجه وصحبه وحزبه أبدا الأبدين والسلام عليكم ورحمة الله